السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الاخوان نهاركم بروك ونتمنوا تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله بصحة وعافية ان شاء الله ودوام المال على جميع الاخوان الموضوع اليوم هو الحجر الغريب اللي اعترنا عليه عند بعض الاصدقاء العزاء اعطونا باش ندروا عليه واحدة على هاد الحجر دا كما تشوفوا الاخوان هاد هاد الخط هاد اول حجر اللي فيه او اللي يحتوي على الزمرض بحكم كما تلاحظوا شوفوا الاخوان هاد الحجر كلها نحن نوقف الصورة الاخوان نشتبه لكم مزيان كما تلاحظوا هاد الخطوط اللي اخوان آآ هاد الالوان الخضراء اللي كتبه لكم هناك عبارة عن زوجاج لدخل يلا يعني زمرض اخضر الحكم هاد الحجر الدخلاش من اوروبا آآ كما تلاحظوا معنا الاخوان الخلاش من اوروبا الاخوان آآ وبالضبط من آآ تم العطور عليها مهم آآ يعني اتشرت في اوروبا ولكن آآ صاحب هاد اولا مالك هاد الحجرة هادي آآ اشتراها من آآ البرازيل بحكم آآ كما كيعلم الجميع آآ آآ واحد الاكتر دي الاحزار الكريمة آآ اللي كتكون في العالم كتكون من البرازيلة الاخوان كما كتلاحظوا كتحتوي على على بعض آآ النقاط ديال ديال الدهب نحاول نوقف الصورة الاخوان باش تبقى لكم زيان كما كتلاحظوا على الاخوان عادوا كلهم آآ كما كتلاحظوا عاد هاد الشيء هاد هاد الشيء الاصفر كله عبارة عن دهب ونحاول ان شاء الله نمرر لكم هاد 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 الاشياء الخضراء اللي كتبال لكم هاد اخوان هنا يا شوف الشكل ديال هاد الحجرة الاخوان سبحان الله العظيم كدير آآ هاد النقاط هادو الخضراء الاخوان كلهم عبارة عن عن قطع صغيرة ديال زمرد الاخضر نحاول نكبر لكم الصورة الاخوان شوف الاشكال اللي فيها الاخوان ونحاولش نحرك الصورة باش تبال لكم آآ واضحة كما كتلاحظوا الاخوان هاد القيط على عادو شوف الاشكال ديال الاخوان كديرا سبحان الله تقول آآ يعني بحل آآ واحد اه الطرف ديال ديالشي ورقة او لاجدع ديالشنجرة وهادي كلها كتحتوي على الزمرد وهنحاول نوريكم هادوك القطع اللي قلنا آآ دوك آآ الاجزاء اللي فيهم الدهب هاوما الاخوان كيما كتشوفوا هنا يا كل شي هادو فوق هادو كله الاخوان كله كيبان فيه نقط صفراء شوفوا الاخوان هادو كله عبارة عن زجاج اللي اخوان حيث مين درت له المكبير عطاني اشكال ديال الزجاج يعني هنا عرف بان هاد القطع هاد القطعة هادي كتحتوي على الزمرد الاخضر ومن كنقول الزمرد الاخضر يا الاخوان هاكي كنقوله الخام آآ بحوكم كيما كيما كيقع المجميع البرازيل معروفة بآآ بانواع وأشكال ديال leaking الاحزار الكريمة الليديديش مي podemos تحويه على الزąبق اèces من زعبق كما اعتدر على الزمرد وكان منهم اه قطع جاميلا وووووووووووو و ونادرة بالطا بأ شوف الاخوان شوفوا الاخوان هاد 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 البلاصة هاد شنو فيها? شوف هاد 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 المكان هاد الاخوان كما قد الحظة منك تدلو عقد ما غادي شيبان ولكن منك نحاول ميلو هاد القطعة دي كيبان الباريق دير هاد الدهب شوف هاد لمعان دير هاد 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 القطعة الاخوان اللي كانت برق ها هما هاد الاصفر كله الاخوان ولا هاد ها نقول لاخوان حاولوا ممكن نخرجوا تسارة واعطى الله الخير اعطى الله ما يدار الاخوان اه ما تخسروا له خرج الاسواق تسارة مع راسك اعطى الله ما يتشافوا يعني بحال هاد القطع الحجري او هاد القطع هادو يعني اطل الله الخير الاخوان اه كما كيعلم جميع كما احد الاعداد دي القطع وكينا قطع لي فيها اه كيحتوي على بعض المعادن يعني أعطى الله ما يقدر الإخوان خرجوا وتساروا على الأقل جمعوغي واحد يعني نقود يومية أو لا أرجوه وضبوش كما كيتسموه الإخوان ما تنساوش تضغط على زر لايك واشتراك في القناة باش يوصلكم أي جديد إن شاء الله وفعلوا الجرس باش إن شاء الله نكونو أي فيديو كيتلاحك يطيح عند إولا كي يوصل الإخوان يعني بطريقة مزيانة تنتو يعني تسافدوا وكين بعض الإخوان عندو معد الأحجار ولكن لحد الآن مازال ما كينش واحد مازال ما كينش واحد البيع دي لهذا الأحجار الكريمة كنشكركم بزاف مع تحياتي وتحيات القناة الأحجار الكريمة معكم أخوكم كمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنساوش تشتراك في القناة دعمونا بزر لايك وتعليقات في الفيديو وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم أي جديد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله